أهلا وسهلا بكم في كنال بوسي كوروشي هنأمل النهاردة مع بعض فكرة جديدة هنجيب بطرمان إزاز بطرمان صلصة هنضافه نشير الورقة اللي بتبقى ملزوقة عليه هنضافه من جوه من بره وهجيب خيط الخيش ده الخيط ده ألوان فيه منه سيدة بيبقى لونه بيج ده جنجاو الشلة ده بخمستاشر جنيه هستخدم مع الخيط ده إبرا مقاس خمسة وهجيب مسدس الشم كل اللي احنا هنعمله هنرتفع سلاسل هنخلي البطرمان بالشكل ده كده هنرتفع سلاسل بالحجم اللي احنا عاوزينه للبطرمان يعني أنا هنا اشتغلت متين سلسلة ولزقتهم بالشمع على البطرمان وبرده اشتغلت داير ميدور الغطا بالشكل ده كده وعملت اللي هنا زرار برضه بنفس نوع الخيط هستخدمها في التوابل في المطبخ او السكرية شكلها جميل وممكن تعملي بطرمان اكبر من كده بطرمان العسل وتعملي بمبونيرة للبمبوني هيبقى شكله برضه لزيز فهنرتفع سلاسل لو انت عايزة تغطي البطرمان كله طبعا بترتفع سلاسل اكتر بس انا حبيت يكون فيه الشكل ده كده لشان يكون الازاز في الخيش بيدي شكل جميل فانا هرتفع متين سلسلة بعمل عقدة البداية لن نسلم مبترفش تشتغلها بحط الخيط على صبع كده ومعدي الخيط الطويل كده أسحبه بالابرة زي كده اسمها عقدة البداية السلسلة بسحب الخيط واطل voi طلاقه من على الحلقة اللي على الابرة وستحب الخيط وрам Joel بسحب الخيط وبعد دي من الحلقة اللي على الابرة ووفضل شغالة كده ان انا بسحب الخيط وبعد دي من الحلقة اللي على الابرة كل مرة بتتحسب واحد سلسلة واحدة ووفضل شغالة ان انا بسحب الخيط وبعد دي من الحلقة اللي على الابرة لحد ما عد 200 سلسلة وهرجع لكم تاني اواريكم هنلزقها ازاي على البطرمون يبقى انا بسحب الخيط وبعد دي من الحلقة اللي على الابرة بسحب الخيط وبعد دي من الحلقة اللي على الابرة هكمل 200 سلسلة وارجعلكو تاني واريكو بيتلزقو ازاي ورجعتلكو تاني وجبت مسدس الشام طبعا سيخ سخل واشتغلت 200 سلسلة هجيب البطرمان الازاز طبعا كلنا بنرمي بطرمانات السلسة فادي هتكون فكرة جديدة بدل ما نرمي البطرمانات ممكن نعملهم بطرمانات توابل في المطبخ بحط الشام على البطرمان وبيجي بحط الخيط طبعا ما ثابت اول طرف في الخيط جامد عشان ما يفكش وبفضل ماشي ان انا بحطي شام وبالزق السلسل اللي احنا عملناها انت لو حابها تشتغليه سيدة اللي هو خيط الخيش السيدة الشالة منه بعشرة جنيه وعدد الامطار فيها اكتر بس الخيط ده اشيك واحلى لانه جنجون فمدي شكل حل الالوان اللي في بعضيها دي مديها شكل جميل فبفضل ماشي كده ان انا بشتغل بحط شام وبالزق الخيط السلسل اللي انا عملها على الشام هعديش الطرف ده من هنا عشان هلزق برض في الخيط شامل واكامل كده لازق لحد ما خلص ستكون الى حصل تلزق في الشمع وفي السلاسل اضع الشمع ووالزق السلاسل كاي عدد سلاسل انا عملها ويرتفع ورجعتلكه تانى ولزقت البطرمان كله لو انت حابة تكتر لزقاا بترتفع بالسلاسل اكتر وقتر الى ازاز اله دلوقتي هنلزق على الغطل بطرمون هنلزق برضو عليه سلاسل فبرتفع عدد سلاسل على قد البطرمون وبردو بجيب الشم وببتدي لازق من هنا من جنب البطرمون بافضل ماشي لازق داير ميدور بافضل ماشي كده لازق بالشم حوالين ظهر البطرمون كله بارتفع لحد ما بوصل للغطى كده وكده لحد ما غطي البطرمون كله بسلاسل هكمل هذا البطرمون كله وارجع لكم تاني هوريكم هنعمل الزرار ازاي واشتغلت بنفس الطريقة وعملت الغطى كله بورز السلسلة بلازق الشم يكون معي بشكل دا كده لو جبنا البطرمون هنلاقيه بالشكل دا الوقتي هنعمل اللي هي الزرار دا طريقة سهلة قوي هنجيب برضو الخيط هنشتغل بقى الدائرة السحرية ثم اصدقى ثم ارتفع سلسلة ثم ارتفع سلسلة هنجيب بقى الدائرة السحرية 10 غرطة حشو واحد اتنين ثلاثة اربعة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 كده اشتغلت عشرة حشو جوا الدايرة السحرية هشد الخيط اللي هو الطرف بتاحها واقفل الدايرة هروح عند اول غرزة حشو اشتغلتها هدخل فيها و هشتغل فيها غرزة منزلقة بعد كده هشتغل سلسلة هشتغل فوق كل غرزة حشو و برضو هشتغل فوقها غرزة حشو عشان برضو يكون معي عشر غرص طبعا الحرق الدي اختياري ممكن تلزقي اي حاجة ممكن تعملي زرار لانسي مش بتعرفه تشتغل الكروشير بس يصحل قوي يعني غرزة السلسلة والحشو و ممكن برضو لو انت مش بتعرفي تعملي سلاسل تلزقي حوالي لبطرمان الخيط زي ما هو و برضو بيتباع من الخيط الخيش ده خيط ادخن ممكن تجبيه وتلزقيه زي ما هو اشتغل 10 غرص حشو برضو هروح اند اول غرزة حشو و هشتغل برضو فيها غرزة منزلقة هشتغل تنقص بكل غرزتين حشو هشتغل غرزة حشو واحدة هدخل في اول غرزة اهي هي دخولها صعب لان الخيط الخيش بيبقى موبر في الشغل هشتغل تنقص بلوقتي هدخل في اول غرزة اهي و هتسحب الخيط و هدخل برضو في اللي بعديها و هسحب الخيط هيتبقى 3 حلقات هطلع من 3 حلقات مع بعض هدا دي اول تنقص هروح برضو اللي بعديها و هسحب الخيط و هدخل في الغرزة اللي بعديها و هسحب الخيط و هلف و اطلع من 3 حلقات مع بعض باشتغل غرزتين في غرزة واحدة هاملهم في غرزة واحدة و هدخل في الغرزة اللي بعديها و هسحب الخيط كده ده اخر تنقص بعد كده هروح عند اول غرزة عملتها و هدخل فيها و هشتغل فيها غرزة منطلقة و هرتفع بسلسلة و هاقص الخيط طبعا مش هقص كتير مش هسيب قصدي طرف خيط كيبتير طبعا الخيط دي كلها هتدخل لاني هلزق الزرار من تحت و هدخلها كده جوه في حركة اختياري ننسي تعمليها و ما تعمليهاش ممكن تلزق الزرار كده فممكن نلزق الزرار من غيء كده بس انا هحشي جوه فايبر الحركة دي اختياري بس انا هحشي فايبر لشان يبقى مليان كده ميم ما ينامش معي غم ماجي افتح البطرمون و يدي شكل حلو هشيده بالشكل ده كده بيدي شكل احلى ويجيب الشام هنا في النص عند البطرمون في النص هحط شوية شام كتير كده و برضه هحط هنا شام عشان يلزق ويجي هنا والزقه بالشكل ده كده و هدوس عليه طبعا جامد عشان يلزق فايكون معي بالشكل ده كده عملت بطرمون بتكلفة بسيطة و شكله جميل الشلط دي ممكن تعمل معي 3 بطرمانات اللي هي ب 15 جنيه فهتكوني عملتي بطرمون من علب السلسل اللي عندك بدل ما ترميها و كل بطرمون مثلا هيكلفك في حدود 5 جنيه و شكله جميل و مميز و دي كده فكرتنا في فيديو النهاردة او اجابكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك و شير و اشتراك في القناة اشتراك في القناة